حتى الآن 11 Labs يعتبر هو من أفضل البرامج المستخدمة في توليد الصوت بالذكاء الاصطناعي أو Text to Speech AI Generator ليه؟ لأنه هو كل فترة بيطور من نفسه جداً أولاً الأصوات اللي تم إضافتها مؤخراً ليه وخاصة في اللغة العربية أصوات يعني أنا بحتبر أنها Emotional Voices بتعبر عن أي تيكست أنت حتحطه كمان إمكانية أنت لو حتحول نص إلى صوت Audio Book, AI Agent, Podcast, Sound Effect تعمل دبلجة كل ده متاح داخل 11 Labs أنا ما عملش إعلان ل11 Labs ولا بقولك روح اشترك في 11 Labs أنا بقولك أن إنت لو أنت عايز تعتمد على الموقع ده يديك أصوات جيدة لمحتوى خصوصاً لو أنت بتشتغل على محتوى Professional أنت عندك قناة يوتيوب بتعمل عليها شغل معين عايز Voice Over يكون محترف أو لو أنت شخصياً مثلاً شغل على Audio Book أو ما إلى ذلك 11 Labs هتلاقي فيه الأصوات اللي أنت عايزها لفت نظري في الفترة الأخيرة في 11 Labs حاجة تاني أول حاجة هي الجزء المتعلق بالأصوات الأصوات داخل 11 Labs بقت أصوات تعبيرية جداً Emotional جداً مناسبة مهما كان نوع المحتوى اللي أنت بتستخدمه الحاجة الثانية وهي إمكانية عمل Podcast والPodcast ده طبعاً أنت اللي حتتحكم في الصوت تعالى نبص بصة سريعة على 11 Labs والإمكانيات الموجودة فيه يلا بينا ما ترحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية ورجع لكم مرة تانية علشان نتكلم عن الأصوات الجديدة اللي تم إضافتها باللغة العربية داخل 11 Labs وأيضاً كيفية عمل Podcast باللغة العربية داخل 11 Labs تعالى الأول نبص على الأصوات عشان نبص على الأصوات هروح لي Voices وبين Voices هتلاقي My Voices ده لو أنت أصوات أنت مختارها أو عامل لها آدة عندك وفي اللي بيراري الخاصة بالأصوات وفي الCollections هنا بالنسبة للجزء المتعلق بالVoices وأنا بدور في الVoices هلاقي في Voices كتير طب إزاي أدور على Voice باللغة العربية أولاً عشان أدور على Voice باللغة العربية الأول هروح على اللي بيراري عندك Narrative and Story وعندك Conversational وعندك Characters and Animation Social Media Ads, Informative, Educational وهنا وإنترتينمنت وTV وإنت هتختار ممكن عن طريق الكاتيجوري بالنسبة للغة الإنجليزية هتلاقي فيه Varieties كتير وفيه تنوع كبير جداً جداً داخل الأصوات باللغة العربية أنصحك لما تيجي تختار للغة العربية الأول اختار اللغة يعني مثلاً سينا هختار عربي هيديني كل الأصوات بالعربي زي ما احنا شايفين فيه طبعاً كم كبير من الأصوات باللغة العربية ممكن كمان تدور بالأكسنت يعني لو روحت هنا للأكسنت بيبديك الأكسنت بتاع اللغة العربية Egyptian, Gulf, بحريني, كويتي, عماني بتقدر تختار الأكسنت بتاع اللغة مثلاً لو هختار Egyptian حيبتدي يعملي Filtration حيقل العدد الأصوات حيقل مثلاً عندي هنا صوتين لو أنا عايزة الأكسنت تبقى إني خلاص أنا مش ملتزمة بأكسنت معينة حياردلي كل الأصوات بعد كده بتيجي بقى للتصنيف أنت عايز اللغة العربية أو الصوت اللي باللغة العربية دي يكون إيه نقول narrative and story أنا مثلاً حعمل audio book حيبديك مجموعة من الأصوات فيه إمكانية أن أنت توقف عند كل صوت وتسمع الصوت ده الأصوات ممتازة ممتازة أنصحك أن أنت تبص على هذه الأصوات الأصوات ممتازة فعلاً هنا حتقف عند كل صوت وتسمع صوت صوت وتشوف إيه الصوت المناسب للstory اللي أنت عايز الشخص يقولها خصوصاً كمان لو أنت بتعمل audio book فبالتالي لازم تكون يعني إيه بتختار على أصص معينة على حسب audio book ده بالعامية ولا audio book ده باللغة العربية وعايز اللغة العربية تكون الشخص اللي بيقول يكون بيقولها بصوت دي عميق أو إنوع الصوت بالضبط طبعاً على حسب الcontent هنا سي مثلاً أنت اخترت أبرار الحالة دي هتروح تعمل add to my voices هنا هتكلم بشكل عام مش هتكلم على خطة مجانية وخطة مدفوعة أنا هتكلم بشكل عام لأن أنت ديك في my voices أعتقد ثلاث أصوات فقط بتضيفها في my voices والخطة المجانية ولكن أنا هنا هتكلم بشكل عام وعلشان تضيف voice تاني لازم تشيل من الثلاث أصوات وهكذا في كل مرة روح كده تعمل view عشان تشوف الديزاين بتاع الصوت أنا كنت تكلمتوكو على design voice من قبل وهنا بتشوف مثلاً أبرار young Arabic female voice perfect for e podcast ads documentation علشان أنت لو مش عارف الصوت ده مثلاً سي هو مكتوب جنبه حاجة وأنت في الوصف هنا ممكن كمان الصوت ده يدي news بتبتدي أن أنت تختار الصوت لو أنت عندك محتوى مثلاً إخباري وهنا بتشوف كم واحد ضاف الصوت يعني أنت هنا عندك 4.6k users مثلاً ضاف الصوت هنا الصوت ده ضافوا أكتر من 56,000 واحد ضاف هذا الصوت فأعتقد أن ده أيضاً بيرجح مدى كفاءة الصوت إلى حد كبير أنت كده خلاص ضفت الصوت اللي أنت عايزه leave your voices نبتدي بقى نروح مثلاً سي لو أنت هتروح text to speech علشان تبتدي مثلاً تنشئ صوت أحط التكست اللي أنا عايزة أستخدمه وهنا في ال voices هلاقي ال voice library وال recent used وهنا أقول ممكن كمان professional generated default topics for you recently used هاختار مثلاً مونا هذا الصوت هنا هقدر لأن أنا أختار الموضل اللي أنا حشتغل بي أنا حسيبه على هذا الموضل وهنا تتحكم في speed والinstability وكلمت عن الكلام ده كله من قبل بعد كده أعمل generate للspeech ونشوف الصوت باللغة العربية حيكون عامل إسهي يشهد العالم ثورة جديدة في سوق العمل يقودها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به بدأت المؤسسات عبر مختلف القطاعات بتبني حلول الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة لتحسين الكفاءة والإنتاجية أكثر من 75% من الشركات عالمياً تخطط لاعتماد تقنيات البيانات الضخمة والحوسب السحابية والذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس القادمة هذه التحولات التقنية الكبرى تثير تساؤلات حول مستقبل الوظائف البشرية الدقيق الصوت رائع يعني ده من الصوت ذكاء الاصطناعي ده صوت رائع وأعتقد أن كل هذه الأصوات هي كلونينج يعني استنساخ هما مستنسخين الصوت بتاحهم وكانت 11 Labs كتفتحة الموضوع ده لو أنت عايز تستنسخ صوتك الناس دي استنسخت صوتها بالذكاء الاصطناعي للاستخدام بشكل تجاري مسموح على 11 Labs نيجي بقى المحتوى البودكاست طبعاً أنت عندك حاجة تانية موجودة زي الفويس تشينجر والساوند إفكتس موجودة أيضاً داخل 11 Labs ممكن كمان ديسكرايب ساوند معين صوت معين ويبتدي دهولك هنركز النهاردة على الجزء المتعلق بالبودكاست هرجع مرة تانية للهوم وابتدي أختار البودكاست البودكاست بمنتهى البساطة في ثلاث حاجات ممكن أنت تستخدمها ككونتنت أو هي اللي أيم عليها البودكاست إما هترفع دوكيمنت ترفع مستند عندك على الورد مثلاً أو بي دي أف أو بأي صيغة من هذه الصيغة اللي هو أريدي كاتبها لك أو import from URL أو use existing project يعني project already موجود داخل 11 Labs أنت شغال عليه هنا أسهل حاجة أنا بعتبرها الدوكيمنت أنا عندي دوكيمنت وعايز أرفعه فهنا هبتدي أعمل upload content file وأبتدي أرفع الملف بتاعي وحبتدي في الحالة دي أختار الفورمات ممكن يكون محادثة عادية والنوع الثاني اللي هو bulletin هنا البودكاست بيركز على key updates from a host اللي هو التحديثات من الhost نفسه أنا هختار المحادثة وهنا duration المدة short default long هخليها على default وبعد كده هبتدي أختار الhost voice بتاعي من هنا مثلا الhost voice مونا وحبتدي للgest voice هختاره حميدة وهنا auto detect حيكون باللغة العربية فهنا اللغة العربية طبعا متاحة يعني أنا أفضل إن أنا أخليها Arabic بعملهاش auto detect وبعد كده هبتدي إن أنا أدوس generate وتعالي نشوف النتيجة هنا بيبان معايا الpercentage وصل لقد إيه في عملية generation لاحظ إن أنا رفع document من الانتهاء من توليد النص اللي هيتعمل بيه البودكاست الأول هو بيعرض عليك النص عشان لو حبيت إن أنت تعدل في النص تقدر إن أنت تعدل لو خدت بالك هتلاقي فيه دعم اللي هي الحركات الطبيعية البشرية اللي بيعملها أي شخص لما بيتكلم مع شخص من خلال بودكاست بتبتدي تقرأ التكست طبعا كويس وبتبتدي تصلح أي جزء مثلا أنت شايف إن هو مش مزبوط أو أنت عايز تعدل عليه بعد كده هبتدي إن أنا أعمل export هنا بيقولي البروجيكت بيستخدم حاجة اسمها life moderation voices بيرائب الصوت وبيبتدي يشوف لو فيه أي مخالفات للمنصة ممكن يؤدي هذا إلى إن أنا يوقف الحساب يعني أنا مش مستخدمة أي حاجة فيها violation يعني أو تخالف السياسة أو المنصة هتبتدي إن أنا أقول export وهنا حيبتدي يعمل export أو تصدير للبودكاست وحنشوف في الآخر البودكاست بتاعنا هتكون النتيجة أي هل تعلمون أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى اختفاء ربع الوظائف الحالية خلال خمس سنوات فقط؟ هذا التحول الهائل في سوق العمل يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل العمل كما نعرفه هذا رقم مذهل حقاً وما يجعله أكثر إثارة للاهتمام هو أن أكثر من 75% من الشركات عالمياً تخطط لاعتماد هذه التقنيات خلال السنوات القليلة القادمة نعم وتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يقدم أرقاماً مثيرة للقلق 38 مليون وظيفة قد تختفي بحلول 2027 مقابل إنشاء 69 مليون وظيفة جديدة لكن دعينا نفكر في الجانب الإيجابي هذا يعني أن هناك تحولاً في طبيعة الوظائف أكثر من كونه اختفاءاً كاملاً لها صحيح لكن المشكلة الحقيقية تكمن في السرعة تخيل أن 40% من القوى العاملة أي حوالي مليار وأربعمائة مليون شخصي سيحتاجون إلى إعادة تأهيل خلال ثلاث سنوات فقط وهذا يقودنا إلى سؤال مهم كيف يمكن للناس الاستعداد لهذا التحول السريع؟ زي ما إحنا شايفين النتيجة مذهلة اللغة العربية سليمة أتمنى أسمع رأيكم طبعاً في التعليقات ولكن أنتوا أخذين بالك الأصوات مختلفة تماماً أعتقد البودكاست طبعاً هو مش هيكون في الخطة المجانية ولكن أنا عاملاه شخصياً على أقل خطة موجودة عندهم برضو مش بعمله دعاية أنا بورليك الريزولت بورليك النتيجة يعني متى احتاجت إلى هذه الأشياء تبقى أنت عارف تروح فين وإيه المواقع اللي ممكن تقدم لك الخدمة اللي أنت عايزة فأنا بعرض لك كل المواقع كنوع من أنواع تقييم المواقع تقييم الأدوات في البعض بيكون نتائج بتاعته كويسة بطلع أقول كويسة وفي البعض بيكون نتائجه يعني معقولة برضو بطلع أتكلم لو مش حلوة أوي بقولك لأ الموقع ده مش بيديك نتائج كويسة فحتى الآن أنا شايف البودكاست فيه باللغة العربية جيدة حسب اختياري أنا للأصوات طبعا كل واحد بيختاروا الصوت زي ما هو عايز لكن أنا اخترت الأصوات اللي شايفها مناسبة للبودكاست أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد بحاول أقدم لكم كل جديد ومفيد فأريد ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت ولو كنت بتشوفنا أول مرة وعجبك المحتوى ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته